وخاب رد بقى القوام ديالو كيف ما غادي تشوفو قوام كريمي املس بحالي لك تاكلو في شي فروماج هكذا يب وخاب رد نأكد عليها كتشوفو النتيجة قبل تعينيكم البنات ان شاء الله غادي نحضر معاكم اليوم كاران الوجدي الاصيلي ووصفه بدون بيض انتع المحلات الشعبية اللي كيتباع في الزنقال اللي لكل كيحمق عليه فهاد كاران غادي نحضره بزوجد المكونات فقط غادي يكون اقتصادي الاقصى درجة وغادي يكون ساهل في الخدمة الاقصى درجة وهو قوام واللدة انتعو والله ما يتشبع منها الديد بزاف فوق ما تصوره اكيد من اللي نقوله كاران الوجدي فكي نقوله باريدة لان كاران الوجدي ديما كيتباع مرافق مع باريدة كنت حضرت معاكم في الفيديو السابق كاران بالبيض كذلك باريدة بكمية كبيرة انتع 4 يطرو ونصف حتى الخمسة يطرو متاع العصير لكن طلبتوا مني في التعاليق نعطيكم نصف الكمية فاليوم ان شاء الله سنحضر معاكم بكمية صغيرة كتكفيها كالثلاثة الناس ربعة الناس وسمون لكم نتيجة ولا اروح خطير سنذهبوا على بركات الله وننسونيش من اللايكاتكم والبرتاج تعليقاتكم زوينة وكان احمق عليكم والمقادير هي كالتالي كاين دقيق الحمص اكيد والزيت النباتية هادو هما المكونات انتع كاران بالمحلات ما فيه لابد لحت شي حاجة اهنايا كنوري لكم انه كاران واللدقيق الحمص غادي تشريوه تغرب لهه ضروري باش يتحيد منه بحل هاد النخالة اللي كتكون فيه فهذا سر من الاسرار انه يجي املس وكذلك غادي نعطيكم سر اخر غادي تشوفوه دابا شوية من اللي غير بلتو عاد وزنت خمسمائات جرام ولا نصف كيلو اه بنتبت زيت نباتية غادي نستعملو كاس لاروبع منتع العنبة ما يعادي الميات ميليليتر انتع الزيت النباتية سر تاني فنجاحه باش يجينا املس هو هذا غادي نديرو الماء كيكون سخون ماشي لدرجة الغليان وانما فايت انه يكون دافي غادي يكون الماء سخون وغادي نقول لكم علاش غادي نزيدو فيها نصف ملعقة بومبي انتع الملح وبيني وبينكم ديرو ملعقة كبيرة انتع الملح غادي يجيكم هو هاداك من اللي طيب اهنا يا غادي مباشرة غادي نضيف دقيق الحمص اللي مغربل وكنتو سولتوني كذلك في الفيديو السابق على شحال فيها خمسمائة جرام شحال فيها من الكيسان للعنبة كاين اخوات ما عندهمش الميزان رغم انني انا كان نصح بالميزان راه رخيص خمسين درهم في الاسواق يكون عندك كل شي مضبوط خمسة دلقووس هو خمسمائة جرام انتع بقيق الحمص غادي تعمروا خمسة دلقووس انتع الكيسان دلعنبة هو هاداك القياس صافيا البنات وضفت مباشرة داك الكاس اللي روبع انتع الزيت نباتية يعني الخدمة غادي تكون فتواني معدودة طنجرة كانت فوق النار سخنت جيت حطيت فيها دكاران خمسمائة جرام ما يعدين خمسة دلقووس انتع العنبة اللي كيوزنو مية وخمسين مية وستين ميلي لتر وزت مباشرة فوق منو داك الكاس اللي روبع زيت نباتية خلطها كواحد تخليطة كان حاول انني هنايا ما بغيتش نسرع الفيديو باش نتكلم يعني ومبعدها ما نخلط مزيان شوفوا لي القوامل الاملس ما يجي حرش ما تحتاجوا فوي ولا ضرب كهربائي ولا ميكسر تقدروا تحركوا غي بدك الضرب اليدوي اللي هو الفوي عفوا خلطوا بها كوسا في غادي يصدق معاكم مخير نتيجة ولا ارواح هنايا الصينية انا خديت هادا المرة صينية مدورة بعكس المرة اللي دازت خديت صينية اي حاجة كانت عندكم في الضرح تديك الميقلات التقيلة اللي عندها الحواف طالعين هنا يا كنت دهنت بالزيت بغيت نقول لكم تدهنوا بكمية محترمة في اللول كانت عندي ديك القرحة خاوية وعقسة نعمرها لكن في الاخير اضطريت انني باش نتقل الخدمة ديالي مشيت عمرتها و جيدت معاكم شوية زيت بغيت نقول لكم بالنسبة اللاطة القياس انتحاره ماشي مهم انني نعطيكم القياس وخادي نخليه لكم في صندوق الوصف لكن اللي بغيت نقول لكم هو انهم اللي تخوي وذكارات شوفوا الطنجرة بقعت مقية ما في هاش دوك الشوائب التاحت ولا دوك الرواسب المهم السر انكم تغربلوا داكت بقيق متاع كاران هنا يبغيت نقول لكم شوفوا ها هو القياس انا عمرت الصينية غدي تبقى تقريبا على نفس الحجم غدي تنقص واحد للميلي متر ولا لانه غدي تدخل الفران بسرعة غدي تيب والمس سخون اول حاجة غدي غين دخلوا الفران غدي يكون سخون داجة يعني ما غديش ياخد نهائيا وقت في الطياب تاني حاجة ما اللي تدخلوه الفران نرمج جهده غدي تخليوه فرف الفوق هاني اهنا خديت لكم هاد اللقطة من الفيديو السابق باش نوريكم طريقة الطهي الصحيحة بش يجيكم يرجف ويتراعد بحالشي كبده اهنا تدخلوه مثلا صينية بمجرد ما تبدي تدير دوك الحواف هانتوما ويبقى عاد جاري من تحركوه ففي ذيك الوقيته غدي تهبطوه لتحت بش يكمل طيابه ميلا درتوه بالمبارد غدي تقريبا يدي لكم عشرين دقيقة في الرف الفقاني ميلا يوصل هاد درجة غدي نهبطوه لتحت عشرين دقيقة كذلك بش يحمار ميلا وجهه كذلك يزيدي طيب لان رعد فيه السوائل والنار دائما تكون مجهده اما الى درتو قضية الماء السخون كيف ما درت انا اليوم في هاد الفيديو وبيضون بيض ففي ذيك الوقيته غدي تخليوه تقريبا سبعة دقايق الفوق لان الديجا ذاك كاران راها سخون في ذاك الماء دخية والفران سخون يكون وغدي نبعد تهبطوه لتحت بمجرد ما يحمار غدي تحيدوه واصلا اصلا ما غديش ياخد لكم وقت طويل في الحمورة غدي ياخد لكم شي عشر دقايق ويرجع لكم رائع يا بنات نتمنى انكم تحتارموا طريقة الطهي وذاك الماء السخون كيف ما قدت لكم كي يعجل با بتحضير الكاران وكذلك يعطينا واحد القوام الكريمي هنا يدرت كاس منتاع العنبة منتاع الحليب ما يعادي المية وخمسين ميليليتر وبنفس الكاس درت كاس ونصف منتاع سقر سانيده هادي باش نحضره بريدة شهيرة هنا يهدي ملح الحامض ولا لاصيت سيتريك كل واحد كيفاش يقول له كاي اللي كاي يقولها سانيده الحامضة كاتباء عند العطارة اسميتها لا سيت سيتريك ولا ملح الحامض ولا سانيده الحامضة هادي الثلاثة وبغيت نقول لكم هنا يا يعني عشرين درهم انا كنت شريتها بعد البارح خرج تعلم سبتها ايه باش تشوفوا خرج تعلم سبتها في الصباح باش نشريها باش نحضرها لولادي مع الغضاء عشرين درهم شوفوا تبارك الله الخير والبركة غادي تضرب لي واحد المدة اللي هي طويلة وخليوها عندكم دايما في الدار درت نصف ملعقة معمرة كبيرة نتاع ملح الحامض وغادي ندير المكونات الاخرى عندي هنا لزاست ولا عفوا لاروم دو سيترون اهنا ينكها نتاع سيترون بغيت نقول لبنات اللي يرهم يشريوا ديك القرية هاكا الصغيرة بخمسة درهم اه شتو هاديك ما تنقامش نهائيا اقتصادية يعني غادي تجي بخمسة درهم مرة واحدة تخويها راها فيها معرقة كبيرة اه ماشي احتلتنا من الاحسن انك تاخدي هادي نتاع اليوترو هاد المارقة كتدير تسعين درهم خديتها غير بارح هاني درت هنا يا معلقة اه مع مراش كتشوفو درت غير معلقة تقريبا نصف معلقة غير من هي اه تفركتات هاكا درت نتاع لاروم والماء ضروري يكون متلج باش تجيكم باردة وكذلك الحالي براني درتوه تقريبا بارد الواحد درجة يعني اساسي في الوصفة انه العناصر تكون باردة من دوك السوائل لهاد الكمية غادي نضيفوه الزوج يطرق ونصف متاع الماء كل كأس كي وزن لي خمسمائة غرام ولا نصف لتر المهم كتشوفوه هنا اه شحال درت زوج يطروه ولا زوج يطروه نصف اه المهم زوج يطروه ونصف ستقدروا زوج يطروه وتقدروا زوج يطروه بالنسبة للناس اللي يبغيوا الحموضة انتاعها باينة ودقوا إلا جا تكون قاطعة زيدوا فيها واحد شوية تعلمه صافي هنا كتشوفوني زيت واحد نصف ملعقة اخرى نتاع ملح الحامض علاش لانا تدوقت اكيد كل ملح الحامض وكيفاش تكون كان اللي كتكون مجهده بزاف كان اللي كتكون شوية غادي تدوقوا وتشوفوه وش تزيدوا يعني انا في المجموع درت ملعقة كبيرة مع مرة وخلط وهاهو قدمت معاكم كاران بقاوام كريمي وليل امانة هنا راه بارد لانه الصراحة انا حطيت الولادي يتغداو جاو من القرية مهيفين بالجوع فغيدخلو جيت نجري بديك الصينية حطتها من فوق الطابلة وبيديتها كنقطع لهم باش نبدي بهم لانهم جاو مهيفين بالجوع اه 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 اخليتهم حتى قطعت لهم لهم وقليت معهم بتانا وعاد جي تصورت معاكم هاد اللقطة هنا يا راه دافي يعني ماشي بارد مياه في المياه وانما دافي ولكن ماشي سخونة البنات اه شوفوا القوام كيفاش داير الكريمي هادشي مين كان دافي لكن مين كان سخونة راه تبارك الله وماشاء الله كيفاش كان داير في المنظر اه سبيان ضماج ان انا ما صورتوش لانا راه تصوير باش توقفي وتصيب الكاميرا في بلاست هاو تقدي وكذا كل شي كي يدي الوقت فذاك الشي علش ما صورتوش بمجرد ما خرج ملفران مشي تنجري به باش نعتقولي ذاتي ياكلو بعدا ويتغداو نخافي ياكلو لي شي حاجا ومن نحط لهم الغضاء ما يبغيوش ياكلو في يعني من الاحسن انهم مباشرة يدخلو في الغضاء هنا يا اكيد يقدم كران الوجدي مع باقيت ولا الكومير ولا المهم هاد الخبز اه اكيد مشي هاد النوعية كي يقدمو مع نوعية رقيق وما فيه شديك اللبابة لكن انا توفر عندي هذا حي يطلو البابة ودرتو صندويتشات ولكن بيني وبينكم احنا يا فضار كنحط لهم في طبصيل ونحط لهم كمية محترمة من كاران ونعطيهم المعلقة والباقيت يديرو غي شدق شدق لكن هو في الاصل في الاسواق كيتقدم هاكا دي صندويتش مع الباقيت هاكا ومع داك الكاس انتع بريدة يا سلام اه بريدة تقريبا احنا ثلاثة بينا اه شط منها واحد نصف ليتر يعني غادي تكفي لاربعات الاشتراو هاد الكيمياء اللي اعتطها لكم انتع زوجيطرو ولا زوجيطرو ونصف غدي نخلي لكم المقادير مكتوبة المهم غدي نخلي لكم المقادير مكتوبة ولكن كيف ما كان قوله دي ما كل واحد الدوق ديالو كيلي يبغيها حامضة ديك بريدة يعني يكون في هاداك الحامض مركز في ديك الوقيتها غدي تديرو غي شدق زوجيطرو نتع الماء اللي يبغيها خفيفة غدي زيد واحد رابعة ولا نصف لتر باش يخففها بالنسبة جاتكم خفيفة زيدوا فيها ملح الحامض انا في الفيديو السابق كنت تعطيتكم حتى بريدة نقصت من ملح الحامض وعوضت بعصير الحامض يعني الوصفة تبقى هي هي غينتوا ما غادي تديرو واحد تغيرات ملح الحامض تعوضوها بعصير الحامض مثلا لكن هذه هي الوصفة الاصيلية والاصلية من المحلات الشعبية نتمنى بنات انكم تجربوا كران بدون بايت كي يجي خطير 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 في الليدة قوام واعر بالماس سخون وان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم تردو عليا في التعليق كان حمق عليكم محتى بريدة جربوها البنات دي ما اخليوها عندكم في الدار دي ما قرعة انتعلم ما احطوها فلا غلاس غادي تنفعكم تنفعكم اللي تبغيوا تشربوا بريدة على غفلة فغادي تنعيشوكم يلا هالبنات ما تنسونيش من لايك سلام